انا خشام المهدي برضو كفت انا الشعر الاكتب للحكام عشان مفيش انا شايف ان الشعر ما بيكتبش الا ان الحق وبينخد اي حاكل مهما كان وعشان احنا اقبل الديمقراطية لازم الشعر لازم الشعر ياخد وضع افطر من كده ويحكم اي حد مهما كان ولازم الكلام يبينه ولازم الحاكل برضو يبينه طبعا انا بقول انا انا شعر الاكتب للحكام ولكن انا شعر يرشو جلبي ده بختام اخيرا يا شعب كلمتك بقى فوق النظام النهاردة مصر الفرح ومش عايزين لغاية بالكلام انا هفضل صحي ومش هنالك انتخبنا وانجحنا وعبال منحق باية الحكام وعيسنا مبتخب وفرقاب بالكلام وعليه عدة كفاية وزيادة كلاب الختام خايف يسلم ويقف عفس الكلام ما تخافش مش هيعد عليك كتير هم محبة ايام النهاردة شعب اتعرف الطريق بييد واي كل اللي فات فات هتهرب وهتروح على فهم صح اللي كان في يوم مات سلم بييدك لايكون مصيرك زي اللفات الشعب اختار ولازم يا صاحبي توافع اجهرات الناب طلع والحق دان ومفيش ندم على الاختيار الايد دا يتفلقين وانسان انك تخط ناس للدمار والعقل ركز وقرر ووافق وما داشو اختار انا سعري لايكتب للكمكاة ولكن يكتب لأهل مصر الكراو فاحفظ مكانك واجعل تاريخك وارفع يديك حتى يا عم السلام فشعب مصر صحوا ان الغفلة ولا يوم بعد الامت الغفلة